عرفنا ازاي نعمل كزا زرار وكل زرار يربطني بصفحة وعرفنا ازاي نعمل زرار لكل صفحة. عايزين بقى نعمل زرار الاستبيان. نجيب بوتن جديد من هنا. نسمي الاستبيان. عايز اعمل بقى صفحة الاستبيان ده عشان اربطه بالزرار. نجيب هنا. نسمي مثلا ندي له الامر بتغربت اتعنا لك لما حد يدوس عليك ندي له اسم الصفحة اللي انا عايز اروح لها سلناها بيتش بوصل لوتو كمبيت هلا عندناه لبقى صفحات. نقفل بعد كده وبقى بتاعنا. كده اول ما ادوس على زرار الاستبيان. هيوديني بيتش فور دي. نخش هنا في الدزاين بتاعها. عايزين نعمل اول حاجة زرار الباك عشان ما ننساش. نعمل زرار الباك اهو. نعمله كده. وبعد كده عايزين نعمل اه اه شكل الصفحة بتاعتنا عايزين نعمل في الاول لبل المكان اللي هنحط في السؤال. بعد كده نجيب ماتز ، ماتز للاكز توبك وبعد كده هنجيب راديو بوتن نجيب جروب ادي اول واحد نسميه ممتاز. تاني واحد نسميه جيد جدا. عايزين ندف واحد كمان ندوس اد. جيد. وبعد كده ندوس اوكي. عايزين بقى ندي لكل حاجة اي دي. لازم تقول الاي دي. الاي دي ده اللي اقدر انده بيه في اي مكان. ولازم يكون حاجة مميزة. واسمها معبر. مش اي كلمة كده وخلاص. الاي دي ده عامل زي البصمة يعني مانفعش اسمي كزا حاجة بنفس الاي دي. فنعمل لكل حاجة اي دي مختلف عن التاني. لابول مسلا نخليه ممكن نعمله لابول او ممكن لابول زي مسلا. ار بي واحد. جيد جدا نخليه ار بي اتنين. ار بي راديو بوتون تو. ودي نخليها ار بي سري. وكل ازرار من دول طبعا ده نخليه نكست. وده نخليه بي تي ان ده يعني بوتون. اختصار لبوتون. كده ادنا كل حاجة اي دي نخش نفس سورس. فين زرار الباك. فننساش. ادكليك. نافيجاتر. دوت بوش بيو. هندي له اسم الصفحة اللي هنا عايزين لما ندوز باك يرجع لها هنرجع طبعا للمواي. بعد ما عملنا ادينا لكل حاجة اي دي عايزين بقى صفحة اكس ام ال. نيجي هنا على نيو. نختار اكس ام ال. نختار اكس ام ال فائل. عايزين نسمي الاكس ام ال بتاعنا نسميه داتا. صفحة الاكس ام ال دي عايزين نعمل فيها ايه? عايزين نقول له ان احنا هنديك حاجة اسمها. هندي له حاجة اسمها روت كبيرة كده. اسمها سؤال. هنحط جوه السؤال دي. كزا سؤال. يعني هنخلي حاجة كده في الاول. اسمها سؤال. ونقفل بتاعنا. هو بيقفل اوتو متى. جوه السؤال ده عايزين نحط جوه شوية اسئلة. ممكن نكتب اي اسم. يعني ممكن نكتب بحرف اس زي ما كان كاتب برضو. خليها نمشي معاه. جوه كل حاجة من دي نحط السؤال اللي احنا عايزينه يزهر. يعني مسلا ممكن نعمله ايه? تقييمك للمكرر الدراسي. ادي اول سؤال خلص. نعمل سؤال تاني. نفتح التاج بتاعنا. ونعمل في حرف الاس. نفل التاج بتاعنا بيقفله اوتوماتيك. مسلا تاني سؤال نكتبه مدى استفادتك من المكرر اي حاجة مش مهم. سؤال تالت. نعمل اي كلام بقى. انا اضافت المحت. كده احنا ادينا له بتاعنا. الحاجة الكبيرة. اللي شايلة الكلام ده كله. اللي هو سؤال. هقول لي ما تزلل عليه ده. شايلين جواه كزا سؤال. بعد كده هنروح نعمل ايه بقى? هنروح للصفحة بتاعتنا اللي هي هنا دي تمانية دي اللي هو بيدعم اللغات. منها اللغة العربية. احنا عملنا عشان اللغة العربية. وانا كاتب التايتل اللي هي هون فيو. نجي بعديها هناخد مسترة كده. ونكتب حاجة اسمها كرياشن كومبيت. كرياشن كومبيت دي بتعمل ايه? دي اللي بتحندل لي المتغيرات اللي انا هدها لها. ازاي بتعالجها? يعني مسلا عرف حاجة اسمها او اعرف حاجة اسمها اعرف حاجة اسمها اعرف حاجة اسمها اند. هو بيخدها هيهندلها. ازاي? يعني مسلا الاري كوليكشن ده احنا عاملنا هلكزا سؤال. هو بيبدأ ياخد الاري كوليكشن يحط فيها الاسئلة اللي احنا عايزينها. هندوس على جينوريت كرياشن كومبيت هندلر. ده الجزء بتاعنا اللي احنا نكتب فيه. اللي هو هنعرفه المتغيرات دي كل متغير. الاول نعرفهم له في الامبورت. بقول له امبورت يعني دفل الكلام ده. اول حاجة عندنا اسمها فور. فور ده يعني متغير ده اول متغير هتدوله. احنا كنا مسامينه سؤال. هقول له السؤال ده بيساوي ايه? بيساوي الري كوليكشن. تاني متغير عندنا اسمه ايه? احنا كنا مسامين اه اس اللي هي السؤال. اه هندي له السؤال الري. مش عايزينه الري كوليكشن ملوش لازم يعني. بعد كده هنعرف له حاجة اسمها كونت. كونت ده اللي هو العداد. هيعد كل ما سؤال يتغير المفروض هو ياخد رقم جواي. يعني مثلا ان احنا عندنا تلات اسئلة هو لما يكون في الصفر لما دوس نيكست يروح. رايح لو واحد لما دوس نيكست يروح رايح لتنين. فهنرف له حاجة اسمها كونت. ودي لها انت. عملت لي انت. انتجر ده يعني عدد صحيح. فما ينفعش متغير مسلا يبقى واحد من عشرة يبقى نص ما ينفعش. ما ينفعش الكونت ده يبقى ارقام عشرية. فبنعمل له انتجر واحد صحيح. بننزل هنا تحت. دي الا الفونكيشن دي اللي هي الاوامر اللي هيخدها هيعمل لها كمبليت هاندلر اللي انا قلت لكم عليها هو هيعمل هيهاندل الكلام اللي انا هتدوله ده كله. انا بقول له عرف له حاجات اللي انت عايز تدهالي. هقول له عندنا مسلا ان احنا عرفنا فوق السؤال. هقول له السؤال ده بيساوي ايه? بيساوي. يعني انا بقول له عرف لي السؤال. هياخد اول ما عملته هنا بصوك. ما ورت في كل حاجة اهو. انا اول ما دست هنا واعمل لي امبورت لحاجة اسمها عشان يشوفها في بتاعتنا كلها. فدي اول حاجة عرفناها. عرفنا تاني حاجة. الاس. الاس برضو هنقول مينو? الري. برضو بعرفها فوق بقى الري ايه. بقيت مزلل على الاتنين. الري هنا و الري هنا. كده يبقى اللي تحت ده شايف اللي فوق. كده يبقى انا مش صح. عندنا حاجة اسمها هنقول له ده بيساوي ايه? في حاجة الكمبيوتر. في حاجة في الميموري عنده. لما بيبدأ عد بيبدأ من السفر. احنا عندنا بره بنبدأ ايه. لما حد بيعد بيعد من الواحد. في حاجة في الكمبيوتر اسمها size. احنا بنعد باللنس. اللنس ده اللي هو بيبدأ بواحد. والsize في قلب الكمبيوتر بيبدأ بصفر. فحنا بنديله. حاجة بي ديفولت كده صفر. هو بيبدأ بها العد بتاعه. كده احنا يعتبر خلصنا ازاي نعمل صفحة اكس ام ال. وازاي نعرف المتغيرات بتاعتهم. وبس كده. شوية بقى اعمل الفيديو اللي بعدي.